موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دنيا ودين نلتقي اليوم ونتكلم عن الشباب ودورهم في هذا المجتمع وكيف اهتم الإسلام بالشباب ولا سيما في هذا العصر الذي نجده يعني يعني وافر بالاهتمام بالشباب في جميع القيادات ومشاء الله أثبتوا جدرتهم وده من الإسلام يعني حينما ننظر إلى القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى لم يعطي النبوة إلا للشباب ولم يعطي العلم إلا للشباب ولمزيد من الاهتمام بالشباب النبي عليه الصلاة والسلام بيّن درهم وواجبهم في كثير من مناحي الحياة لنذكر قول الحق سبحانه وتعالى في حق سيدنا يوسف عليه السلام قال الحق سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حقما وعلما يعني لما كان في مرحلة الشباب آتاه الله الحكم والعلم لأنه في هذا الوقت ممكن أنه يكون عنده همة أكثر لأن هذه مرحلة القوة كما وصفت في القرآن الكريم ربنا بيقول في القرآن الكريم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا إذن القوة في مرحلة الشباب لهي سبيل لتقدم الأوطان والعلم والدين نعم هكذا علمنا القرآن الكريم في حق سيدنا موسى عليه السلام قال ولما بلغ أشده واستوى هنا كلمة واستوى في سورة يوسف قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم لكن هنا قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم إذن مرحلة الشباب في الإسلام بيّنها القرآن الكريم إن ما من نبي يأخذ هذه النبوة مراث الأنبياء إلا إذا كان شابا والحق سبحانه وتعالى دعا النبي أن يستزيد من العلم وأن يدعو الله بهذا الدعاء فقال وقل ربي زدني علما فالشباب عندنا بطاقتهم وبجهدهم ممكن أن نستثمرها في جميع المجالات يعني سيدنا لقمان الحكيم حينما أراد أن يعلم ابنه كان شابا ابنه كان شابا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وظل يبين سيدنا لقمان الحكيم لابنه الشاب مناح الحياة وذوره في هذه الحياة وأن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر هو شيء عظيم وأن تقدمه لا يكون بغروره قال له ولا تمشي في الأرض مرحا يعني الشاب الذي يغتر بعلمه الله لا يعطيه علم الشاب الذي يغتر بمكانته الله لا يعطيه هذه المكانة ولكنه قال في القرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا لأن الله لا يحب كل مختار فخور وفي آية أخرى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الشباب كان لهم دور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهنشوف دلوقتي أولهم الأرقم ابن أبي الأرقم ماذا كان دوره؟ اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيته وداره مقراً مستقراً لأن يبلغ فيه الدين وتعاليم الإسلام وما أنزل عليه من القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الشاب لماذا قال العلماء؟ لأنه كان شاباً أميناً يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فإزب النبي عليه الصلاة والسلام يثق في هذا الشاب ويتخذ داره مكاناً للعلم والتعليم وإزب القرآن الكريم بيّن أن العلم هو سلاح الأمم وقل ربي زدني علماً لماذا يا رسول الله؟ لأن العلم يعني يرفع بيوت لا عمادة لها والقهل يهدم بيوت العز والشراء والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ بيت هذا الشاب لأنه كان أميناً فلله هذا البيت الذي فاق مدارس الدنيا وجامعات العالم بيت ودار الأرقم ابن أبي الأرقم فاقت مدارس الدنيا وجامعات العالم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه الوحي وكان في بداية دعوته وكانت هذه الدعوة في بداية الأمر صعبة اتخذ النبي هذا الشاب الأمين ونشر الإسلام وتعاليم هذا الدين في هذا البيت أيضاً إذا نظرنا إلى زيد بن سابت وكان عمره 11 سنة ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله أنا أدفع عن الوطن وأدفع عن دين وأدفع عن عرضي فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشارك معه في الغزوات للدفاع عن المسلمين والدفاع عن أعراضهم والدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه زيد بن سابت فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وإذ به صغير لم يبلغ القوة حتى يقوى على حمل السلاح أو أن يكون في المعركة فإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني أنت لا تستطيع أن تحمل معنى السلاح أو أن تدافع عن الأوطان لكن النبي بيّن أن له دور عظيم لذلك دور الجميع في الوطن دور متكامل لا يمكن أبداً للشباب اليوم أن ينفوا ما فعله الآخرون لازم يجي متكاملين مع شباب الآخر وشباب اليوم وشباب الأمس وشباب الغد نعمل حاجة اسمها تكامل لحفظ الوطن وبناء الوطن واستقراره فهو قال له تستطيع أنك تدافع عن الوطن بس بما أتيت من وسيلة إيه هي الوسيلة يا رسول الله قال له اذهب وتعلم لغة اليهود فذهب يقول زيد بن ثابت فذهبت إلى بيتي ذهبت إلى البيت وتعلمت اللغة لغة اليهود في خمسة عشر يوما خمستاشر يمكن حافظ لغة اليهود لأنه حبب وطنه حبب دينه عاوز يدفع عن وطنه عاوز يدفع عن دينه عن عرضه هكذا تعلمنا نمزج أخرى كثيرة جدا ولمزيد من الاهتمام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بينادي على ابن عباس يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات تعالى معلمك كلمات هذه الكلمات يقول له فيها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله يعني ظل النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهذا الشاب ويعلمه التعليم هو سلاح كل إنسان ولكن في مرحلة الشباب تعليم الشباب وأن يكونوا كفاءة في هذا الوطن ويكونوا في جميع الأماكن في النواحي والمناحي ده مش هدف اليوم بس ده هو من تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام لمزيد من الاهتمام النبي كان يقول له تعالى إني أعلمك كلمات يعني برنامجه عاوز يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام برنامج فيه الطاعة وفيه الفلاح وفيه التقدم وفيه النجاح طيب هل الشباب فقط هم الرجال ونعتزل النساء ونقول لهم لا أنتم ملكوش في العمل في مناحي الحياة أو العمل الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياح لا أبداً النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عهده صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك لقد رأيت السيدة عائشة وأم سلين كانوا بيعملوا إيه كانوا بيعملوا إيه كانوا بيملوا الكرب ويروحوا للصفوف المسلمين يشربوا منها ويروحوا ورجعواها تاني يملوها ويعودوا مرة ثانية يقول أنس بن مالك لقد رأيت السيدة عائشة وأم سليم إزبهما يمليان القرب ويحملانها على متونهما يعني على ظهورهم ويذهب إلى المسلمين عشان يشربوهم فكان لهم دور في المعركة وكان منهم الطبيبة وكان منهم الخطيبة التي تخطف في النساء ففي كل مناحي الحياة كان الشباب له دور عظيم في شريعة الإسلام طيب ما هو احنا قلنا في القرآن الكريم أن ربنا لا يعطي الملك ولا يعطي النبوة إلا للشاب فإذ به يقول الحق سبحانه وتعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وفي قصة أو في قصة طالوت قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم يعني في مرحلة الشباب واهتم به القرآن الكريم واهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهم في الأحاديث اللي احنا ذكرناها الكثيرة إذن لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن نغفل عن الشباب مش في هذا العصر لسيما إنهم أخدوا ميزات عظيمة جدا في هذا العصر وأثبتوا جدرتهم بالبرامج التعليمية والوسائل التوضوحية الآن نراهم في جميع الأماكن وقد أثبتوا جدرتهم ولذلك الدولة في مصارها الصحيح الناجح وهم يعني بذلك يفعلون ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب العلم في الوادي الأمين أشرق الصبح فهز النائمين مصر ترجو منكم جيلاً فتية سالم البنية مقداماً قوية كتب الزل على المستضعفين إنما الصحة عنوان الحياة وأنا أقول وأزيد على هذا الشعر وأقول شباب النيل جد كي تعيد مجداً للأجداد كان روضاً أعيزك يا بلاد النيل أرضاً وأفراداً وأفكاراً وعرضاً أعيزك من عيون حاسدات تبث سمومها طولاً وعرضاً أعيزك فالهوى كان نيل يسري بشرياني فيحدث فيه نبضاً تغلغل حبك الدافي بقلبي فلم يعد بهذا القلب بغضاً فإذ بيدون قصد أو شعور قردت الشعر في عينيك قرضاً شباب النيل جد كي تعيده مجداً للأجداد كان ونضا بنا يا مصر بشباب مصر جميعاً بنا يا مصر تخضر الصحاري إذا ما صار حبه الوطن فرضاً فهؤلاء الشباب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نالوا مكاناً كبيراً جداً سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقولهم أوه إياكم أن تمنعوا أصحاب السن الحديث الشباب أن يجلسوا في مجالسنا وإياك أيها الشاب أن يمنعك حداثة سنك عن أن تقول رأيك وأن تشارك برأيك فلربما يكون رأيه صحيح وتبنى من خلاله الأفكار الصحيحة الناجحة وكان يشكر دائماً ويذكر ابن عباس بالخير فكان يقول إن له لساناً سؤولاً وعقلاً عقولاً يعني ابن عباس كان شاب ولكنه كان بيجلس مع أشياخ بدر لما كان بيجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب كانوا بيزعلوا يقولوا ألا هو لماذا يجلس ابن عباس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس كان زاكي وكان بيجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأخذ من علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه سئل في ليلة القدر وقالوا ما تحديد ليلة القدر يا ابن عباس قال إن الله خلق السماوات سبع والأراضي سبع والطواف ببيت الله الحرام سبع والسعي بين الصفا والمروة سبع وأنا ما أراها إلا أنها ليلة السابع والعشرين إذن كان له رأي صائب لم يمنعه حداثة سنه أن يشارك في علم النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب أراد أنه يأخذ علم النبي عليه الصلاة والسلام من الأكتار والأمصار ومن كل من سمع من سيدنا النبي فجاء له شاب يقال أنه كان صاحب مهنة أصحاب المهن على رأسنا جميعا ولكن يعني تذكر أو تذكر الرواية أنه كان صاحب مهنة يعني نلتقي بعد الفاصل ونكمل إن شاء الله تعالى للحديث عن الشباب يعني أنا فرحان جدا أن أتكلم في هذا الموضوع لأن بصراحة وحقيقة الأمر رأينا نمازك شابة جميلة جدا في هذا العصر وأثبتوا قدرتهم في كل مناحي الحياة وهم شركاء في الوطن بكل يعني بكل جد واكتهاد وسعي والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله سبحانه وتعالى أمره وقال وقل ربي زدني علما فاللهم زدهم علما وتمكين ويعني أن يناهضوا الأمم ويحفظ بهم البلاد والعباد اللهم أمين كنا نقول عن قصة ابن عباس وهو شاب لما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاء لشاب قال له تعالى لنتعلم علم رسول الله عليه الصلاة والسلام خلي بلك ابن عباس شاب وعنده هم يعني لذلك الشباب لازم يكون عندهم هم جميعا فقال له تعالى لنتعلم علم رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عباس عاوز يعمل حلقة وصل ما بين مين ما بين كبار الصحابة وما بين التابعين فقال له أتظن يا ابن العباس أن الناس في احتياج إلى علمنا في احتياج إلى علمنا والذي نعمله هذا أراد أن يحبط وأن يصبط ولكن ابن عباس شاب عنده هم وإصرار وعزيم دون تكبر ولا غرور ما هو سيدنا لكمان قلنا أنه قال ابنه لا تمشي في الأرض مرحة كان سيدنا ابن عباس متواضع جدا وكان يعمل دور العلماء أنه لا يخبط عليهم ولا يزعجهم يقول كنت أذهب إلى الرجل من اللي بيقول سيدنا ابن عباس فأعلم أنه علم حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتوسد لدائي وأنام حتى يصبح الرجل ويستيقظ من نومه فيخرج وإزب الرمال قد هالت على ابن عباس فينظر إلي ويقول له يا ابن عباس ما الذي جاء بك إلى هنا اللي انت عمله دور نايم هنا ليه قال له سمعت أنك تعلم حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فجئت لأتعلم لذلك أطلب العلم من المهد إلى اللحد وطلب العلم فريضة وإن الملائكة لتضح أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ومن خرج في طريق يلتمس به علما سهل الله له طريقه إلى الجنة بس هذا شاب ويريد أن يستزيد من العلم ولذلك الشباب اللي بيستزيدوا من العلم هيكونوا أمل لهذه الأمة إن شاء الله فإزبه يعني يقول له هل لا أعلمتني يا ابن العباس حتى قد أتيت أنا إليك أنا أحق أن أأتي إليك يعني أنت مجيش لي أنا اللي أجي إليك قال له لا أبدا لقد تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يقرع باب العالم أو يخبط على باب العالم لأن العالم له احترامه لربما يكون نائم لربما يكون مع أهله لربما يكون بيحضر الدرس اللي يقوله أو العلم اللي يخرج به على طلبة العلم فهو علم يعني أداب الاستئزام في سورة الحجرات على العلماء جميلة جدا يعني شيء عظيم فهو تعلمه من الرسول عليه الصلاة والسلام فإزبه يتعلم ويستزيد من العلم ويتسلح بسلاح العلم ويكون قوي في دين الله وخلي بالكم أنا مش بتكلم على ابن عباس عشان ابن عباس في الدين لا أبدا ده إحنا عاوزين الطبيب عاوزين المهندس الشاب الناجح والطبيب الشاب الناجح وعاوزين كل يعني كل الناس يشارك كل الشباب يشاركوا في مناحي الحياة لأن إحنا الله سبحانه وتعالى رفع بعضنا على بعض درجات مش ليتخذ بعضنا بعضا استهزاءا ولا سخرية لا أبدا من التسخير سخريا من التسخير بمعنى أن الكل في خدمة الآخر المهندس في خدمة الطبيب والطبيب في خدمة أولاد المهندس والمهندس والجميع لابد أن يستزيد بالعلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده فضل زاد فليعود على من لا زاد له ومن كان عنده فضل علم فليعود على من لا علم له لأن العلم والزاد والراحلة والأموال والمساعدة من باب التكافل والتعاون الذي قال الحق سبحانه وتعالى عنه في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ابن عباس اتعلم العلم الكثير في كام سنة وهو شاب يعني ابن عباس نفسه قال الله لا يعطي العلم إلا لشاب ما يدوش العلم أبدا لواحد لا يعرف شيئا وإذ به يتعلم العلم الشرعي المعتدل لأن بعض الشباب للأسف ربما ينحرف ويسمع من الآخر اللي هو يدعو إلى الإلحاد أو يدعو إلى التشدد البغيد الأعمى لا ابن عباس اتعلم العلم الوسطي المعتدل الذي كان يستجيب فيه ويسمع إذا بلغه حديث لم يعرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام جاه الشاب اللي كان مع ابن عباس اللي قال له أتظني يا ابن العباس أن الناس في احتياجة إلى علمنا أو في احتياج إلى علمنا يقول الرواه وإذ به يذهب إلى بيت ابن عباس الناس اصطفوا أمام بيت ابن عباس صفوف الذين يريدون أن يتعلموا التفسير هنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذين يريدون أن يتعلموا الفقه من هنا الذين يريدون أن يتعلموا العقيدة من هنا والأبواب مفتحة على ابن عباس ينتهي من باب علم يدخل إلى باب علم آخر يقول راوي هذه الرواية أن الشاب الذي لا نعرفه نعرفين ابن عباس لأن كان لديه همه أن يتحصل العلم أو أن يتزود من العلم يقول راوي هذه الرواية قال صاحب ابن عباس الشاب الذي كان معه الذي لم يأخذ بالهمة ولم ينتهز الفرصة للتعليم ولم يغتنم الأوقات لأن يستزيد لرفعة الوطن لرفعة الديل لرفعة الإنسان الإنسانية يقول لم نعرف له إسما فالبن عباس نعرف له إسما ونعرف له أنه فقيه وأصولي ومحدث ومفسر ما شاء الله على الإمام ابن عباس الذي نور الله يعني صدره بأن يتخذ طريق العلم سلاحا له ولم يحبط لذلك الشباب اللي عندهم احبط نقول لهم إسعوا جاهدين ما فيش حد أبدا هيعترف بك أيها الشاب وانت متقاعس عن العمل أو متكاسل عن العمل فكل الأنبياء كانوا بيعملون ولديهم حرف سيدنا نوح كان نجار سيدنا داود كان حداد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان راعيا للغنم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بعث الله من نبي إلا وكان راعيا للغنم على الشباب واجبات احنا بينا لهم إن لهم ضر عظيم في القرآن الكريم ولما بلغ أشده آتناه حقما وعلما وحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي سيدنا سليمان الحكيم ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العلم والحكم والحكمة فقال في القرآن الكريم لما كان بينهم مشكلة وسيدنا داود وسليمان يحكمان فيها قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما يعني الأنبياء خدوا العلم وخدوا الحكمة في مرحلة الشباب فما فيش تقاعس الحياة لا تعترب بالقاعسين في أماكنهم والشباب عليه أن يسعى من لم يجد في مجاله عملا فليبحث في مجال آخر عن العمل من لم يجد في هذا المجال يسعى جاهدا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة من الغزوات وكانوا بيحفر الخندق إذ به صلى الله عليه وسلم يسعى جاهدا معهم ويحفر معهم الخندق حتى أن أحدهم أنشد شعرا فقال لإن قعدنا والرسول يعمل لذاك هو العمل المضلل إذن الشباب عليه أن يسعى ويكتهد دا مش كلامي أنا دا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام القرآن الكريم هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور الحق سبحانه وتعالى يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه ما ألكش هو أنشأكم من الأرض وخلأكم عبثا أبدا ذا بيقول في القرآن الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لم يخلق الله الإنسان لم يخلق الله الإنسان عبثا أبدا خلقه لحكمة أن يعمر هذا الكون وأن يسعى فيه بالخير لا بالشر وأن يسعى فيه بالتعمير لا بالتدمير ولا بالخراب وعلى الشباب أن يتعلم من العلم المعتدل الوسطي فلا يسمع لجماعة التشدد الضالة ولا يسمع لجماعة تدعو إلى الإلحاد والخروج على الأديان ونحن قلنا كثيرا تكرارا ومرارا أننا لسنا أعداء للإنسانية ولسنا أعداء للأديان الأديان للحق سبحانه وتعالى الله خلق جميع الناس وتكفل بأرزاقهم على الشباب أن يجددوا النية مع الله لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى الشاب الذي يسعى من أجل نهضة الوطن واستقرار وسلامة الأرض والدفاع عن العرض لا يمكن أبدا هذه النية الحسنة أن نسويها بالنية السيئة من بعض الشباب الذين غسلت عقولهم بماء مكدر وهم يعني عدد قليل لأن الشباب المصري واعي ويفقى كلمة الوطن والاستقرار وهو بذلك يعمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الجميع في هذا الوطن هيتسئل عنه هيتسئل عن عشته وعن مكانه ده مش كلامي أنا كلام سيدنا النبي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية ضيعت هذا الشباب قضيته في الله واللعب الحياة لا تعترب بالذين يلعبون ولا تعترب بالقاعسين في أماكنهم ضيعت هذا الشباب وأبليته مع جماعة السوء والضلال مثل الجريس الصالح والجريس السوء حديث معروف حامل المسك ليس أبدا كحامل الكير والصديق أو الصاحب كالساحب إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر إذن على الشباب أن يعملوا إيه؟ أن يجددوا نيتهم مع الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يعني يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه وينبغي على الشباب وعليهم واجب كبير جدا جدا في رد الجميل لهذا الوطن هذا الوطن الذي تعلمنا فيه وأكلنا من خيراته وأقلتنا سماؤه وحملتنا هذه الأرض علينا جميعا أن نرد الجميل له مش نرد له بقى ما يفعله بعض الشباب اللي هم للأسف غسلت عقولهم بماء مكدر لا يعني يتمنون أن يروا الناس جميعا في مصر أن لا يكون لديهم خير لأنهم أنفسهم خبيثة لا يحملون فيها إلا الخب يعني الوطن أعزنا يقول لأي إنسان لو لهذا الوطن ما كان الدين لو لهذا الوطن ما كان العقل لقد رأينا كثيرا من الشباب الذين لم يفقوا كلمة وطن وخرجوا على أوطانهم باسم الحزبية والطائفية والعرقية أوطانهم الآن لا وجود لها على عالم الحياة لذلك الشباب الواعي اللي يفهم كلمة وطن لأن ده ردي للجميل حضرتك تعلمت في هذا الوطن وكلت من خيرات هذا الوطن وكنت في يوم من الأيام في هذا الوطن بتتمتع بكامل حقوقك إذن عليك واجب وردي للجميل أن ترد هذا الجميل للوطن ردي الجميل للوطن بإيه؟ ألا نسمع للوسائس والدسائس والوقائع ألا نسمع لجماعة الشر التي تدعو للفتن الهوجاء والاضطرابات العمياء لا نسمع لهذه الجماعات المتشددة التي تدعو الناس الوضع العراقي لمسيرة التقدم والاستقرار هذا هو دورنا جميعا مش دور الشباب لوحدهم بس دورنا جميعا رسالة مني لكل شاب أن يتق الله في وطنه أن يتق الله في دينه أن يتق الله في عرضه أن يتق الله في المكان الذي يعيش فيه لأن هذا المكان لوضاع لن نجد غيره بارك الله لي ولكم قولوا قولي هذا واستغفروا الله تعالى وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى